وجه رئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة والتحية لأسر أبناء الخروجين من كلية الشرطة وأيضا لطلبة وطالبات الكلية المتواجدين اليوم مقادما التحية والتقدير للشهداء وأسرهم وأكد الرئيس السيسي في كلمة خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة كلية الشرطة حرصه على وجود نسبة من أسر الشهداء بجميع حفلات الشرطة والجيش وذلك تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لمصر أقدم التهنئة والتحية لأسر أبناءنا الخروجين النهاردة ومش بس الخروجين الحقيقة وأيضا أبناءنا الموجودين ضمن طلبة الكلية وطالبات الكلية ومهم أيضا أننا أذكر أننا دايما لكل أسر شهدائنا شهداء مصر كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم وعايز أقول لكم إن إحنا كلنا في الدنيا اللي إحنا يعني الناس بتيجي وتذهب لها ما لها وعليها ما عليها إلا الشهيد بتفضل ذكراء عاطرة لما قدموا من تضحيات من أجل وطنه وأنا عايز أقول لكم أنا شايف الأسر موجودة هنا وأنا حرست على أن دايما في كل الحفلات بتاعة يعني الشرطة والجيش أن يبقى نسبة من أسر الشهدة تبقى حاضرة معنا أولا تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لنا موسيقى